خلوني أكلمكم عن كهربا كهربا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني كهربا وعايزكم تفكروا معايا عشان أنا مش عارف أحسن موقفه بصراحة كهربا قبل ما الأهلي يسافر لمديامة كان فرح أخته يوم الأربعة اللي فات طلب من إدارة النادي الأهلي إنه ما يسافرش لأن دي أخته الوحيدة وعايز يفرح بيها وكل الشيء متعلق بي طيب عاطفيا شيء طبيعي وحقه أخته ما يحضرش فرحها ما يقابلش الناس بقى لو ما حضرش كهربا ما حدش هيروح والفرح مش هيبقى فرح لكن الأهلي رد عليه وقال له من خلال خالد بيبو المدير مدير الكرة وكولر قال له إيه قال له مش هينفع إحنا هنا محترفين في مطر فإذا أصريت إحنا القرار هيبقى قرار فني مش قرار عاطف نقولك روح فرح أختك وبعد كده هيبقى عليك جهد كبير جدا يجب أن تبدله عشان تلاقي فرصة لمكانك مرة أخرى أنت مع مين أصلي الحدوتة دي كشفت فينا وفيه إن إحنا عاطفين أول انطباع بس أنا أقول لكم حاجة الانطباع ده جه بعدما الأهلي فزوا حصف لو الأهل اتعادل أو اتغلب ومدست أصيب زي ما شفنا وما كانش عندي بديل كنا كلنا حنصب بالغضب على كهرباء نحن شعب عاطفي وهذه هي المسافة ما بين العاطفة والاحتراف دياز كان أبوه مخطوف لعب ليفربول اللي خد النهاردة كاسر رابطة وعمل مطش بأشبال عظيم قدام تشيلس كان مطش حلو قوي ضع كم جوان من الفرقتين وفيه جوني تلغى ليفربول وصلاح ما بيلعبش ودونيز ما بيلعبش ولكن استطاعوا بهدف في آخر دقيقة في الوقت الضايع قبل آخر دقيقة إنهم يجيبوا هدف الفوز وياخدوا كاسر رابطة العاشر للمرة العاشرة وكانوا بيودعوا المدرب العظيم اللي كان فرحان فرحة الدنيا اللعيبة 18 و 19 سنة غايب عن الفريق 10 لاعبين مش موجودين أسسين على رأسهم محمد صلاح ولكن خدوا الكاس ليفربول قال دياز والدك مخطوف في كلومبيا حتبقى متوتر قعد مرة اتنين قال لهم لا أنا عايزة تدرب والده لسه مخطوف ونزل لعب ده اللي احتراف الإدارة اللي تعرض وكانت أزمة كبيرة لما لاعب أبو يتخطف غير لما لاعب أخوه أخته تتجوز أو أخوه يتجوز بعقلية الاحتراف ما فعله كهرباء خطأ بعقلية العاطفة راجل وجدع وما سابش أخته وكاد أن يضيع مستقبله علشان أخته تفرح هو ده الفرق بنا وبين شعوب كتير إن احنا عاطفيين قوي وهم عمليين قوي هم بينجزوا وبينجحوا في حاجات وتغيب عنهم المشاعر وإحنا بنغرق في المشاعر وما بننجس وبنتعطل كتير تختار العاطفة ولا تختار الاحتراف حسيب السؤال مفتوح لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر